موسيقى أيها السادة المشاهدون أسأل الله وأوقاتكم بكل خير أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار ولكن بداية دعوني كدأبنا أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ عبد الدائم أبد الله عثمان الأمين الآم للمجلس العالى للشؤون الإسلامية فضيلة الأمين الآم لنا السعادة أن نستضيفك في برنامج قضية للحوار أهلاً وسهلاً بكم أهلاً وسهلاً بكم عزيزي المشاهدين ولكن قبل أن نبدأ الحلقة فلنشاهد معكم هذا التقرير الذي يتحدث حول اليوم الوطني للسلام ونرجع نتابع معكم الحلقة ابقوا معنا إحياء اليوم الوطني للدعاء من أجل السلام والتعايش السلمي والوفاق الوطني لهذا العام أخذ شعار يد بيد من أجل التضامن والعدالة وهذا دليل على المحبة والأخوة بين أبناء الوطن وفي هذا الوطن صف واحد ويقف به إما أخ لك في الدين أو أخ لك في الوطنية وشهدت المناسبة عدة كلمات من رجال الدين تمحورت في رسائل تحمل في طياتها مقومات السلام وأهميته وكيفية الحفاظ عليه وضرورة الوقوف جنبا إلى جنب كما عطرت المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم وقراءة نص من الإنجيل والكاظنين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وحينئذ ينفجر مثل الصباح نورك وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك هذه المناسبة الوطنية كانت نتاجا لجهود رجال الدين من أبناء الوطن في 28 نوفمبر لعام 2010 وصدق عليها مرسوم رئاسي في العام 2011 لتصبح بذلك مناسبة وطنية رسمية وبما أن الحمام الرمز للسلام سرحت حمامات على يد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وكل من الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد وكذا أسقف مدينة جمينة كل عام والأمة الجادية بألف خير أهلا وسهلا بكم مجددا أجزاء المشاهدين اليوم نتحدث عن التعايش السلمي قبل أيام أو قبل أسابيع احتفلت البلاد بيوم السلام ويوم السلام أصبح سنة في جاة اليوم يحتفل به كل عام مبادرة جميلة جدا ومبادرة طيبة جدا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهذا شيء جميل هذه المبادرة واليوم السلام أو التعايش السلمي بين الأديان وهم سموه بمنبر الأديان منبر الأديان بمعنى أن نعيش في سلام بيننا وبين الإخوة الذين نعيش معهم في وطن واحد الإخوة المسيحيين وهذا شيء جميل جدا ومبادرة يحتذى بها وحتى دول المنطقة اليوم أخذت درسا من التعايش السلمي الموجود في دولة شات هذا التعايش السلمي لم يأتي عن فراغ لأن أهل الأديان كلهم الدين الإسلامي يدعون أن نتعامل معهم وأن نعيش معهم عيشة السلام كما يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم وتقصطوا إليهم ويقول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله فقد دين الإسلام هو الذي يحسنا للتعايش السلمي وهذا الكلام أنا أتركه لسيادة الأمين الآن هو يتحدث عنه ولكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء المدينة المنورة وضع وثيقة التعايش السلمي ووثيقة السلام وهي تعتبر أول صحيفة أو أول دستور للمسلمين يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية التعايش السلمي فالتعايش السلمي اليوم موجود في شات لله الحمد التعايش السلمي بين المسلمين وبين المسيحيين وهذه مبادرة طيبة كما قلت أشاد بها كثير من الناس والمواطنين أيضا يثنون ويشهدون بالدور الذي قام به المجلس الآل الشؤون الإسلامي لهذا التعايش الموجود اليوم في شات اليوم نحن نعيش في أصر مفتوح أصر التكنولوجيا الحديثة لا تخلو أي بلد من بلاد الآلم إلا واستخدمت التكنولوجيا وخصوصا المجالس الإسلامية حتى المشايق في الدول الأخرى الآن نراهم لديهم مواقع لديهم صفحات على عبر الفيسبوك والتويتر يتناولون فيها القضايا الإسلامية فأين أئمة الأئمة والدعاء في دولة شات هل المجلس الآل الشؤون الإسلامية يهتم بهذا الجانب ويدرب الأئمة لكي يتعاملوا مع الأنترنت ويتصدوا لبعض الدعوات الهدامة وبعض الأفكار المسيئة للإسلام أبرى الأنترنت أم لا فأيضا الأمين العام يحدثنا عن ذلك الكلام كثير جدا نتحدث مع الأمين العام وكذلك نتحدث عن التطرف تحدثنا عنه في حلقة ماضية واليوم إن شاء الله لو سمح الزمن نتحدث عن التطرف وكيفية التصدي لهذا التطرف والمفاهيم الخاطئة أيضا لماذا لا يدعو المسلمون في شات الدعوة بالحكمة والمعزة الحسنة للتصدي لهذه الأفكار الهدامة سيادة الأمين العام طبعا أنا في البداية ديكا مقدمة وكلامي دائما في المقدمة يكون إشارة إلى ما نتناوله في الحلقة وسيادتكم أيضا لكم جهود مبزولة في المجلس العامي الإسلامي وتشكرون على ذلك ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام نحن قبل أيام احتفلنا بيوم السلام ولديكم ما يعرف بمنبر الأديان الدين الإسلامي والدين المسيح وهذا شيء جميل جدا ولكن لا نعرف هذه المبادرة كان زمام ليست موجودة أو إيد السلام ليست موجودة لكن في الآون الأخيرة هذا الإيد موجود سنويا نحتفل به من أين جاءت فكرة تقريب وجهات النظر بينكم وبين الإخوة المسيحين من عجل التعايش السلمي في تشادك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد أشكرك الأخي علي لدعوتنا لمشاركة في هذا البرنامج قضية للحوار أولا وأشكر الإخوة في الإعلام في التلفزيون الوطني أولا التعايش السلمي موجود في الإسلام كما أشرتم إليه أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة وجد الأنصار والمهاجرين أي وجد الأنصار والمهاجرين الذين أتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم هناك موجودون في المدينة المنورة اليهود الذين عاشوا قبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن بعيد النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى فريق المسلمين وفريق اليهود وله كل واحد له دينه والله سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم لي دين لا يكرأه في الدين قد تبين الرشد من الله والإسلام في تأريقه لم يكره إنسان على الدخول في الإسلام هذا شيء مؤكد حتى الغرب حتى كتاب الغرب كتبوا الإسلام لم يكره إنسانا على الدخول في الإسلام والإسلام أولا لم يثبت في نشر دعوته في طمس الجانات الأخرى أو الآدات الأخرى أو الثقافات الأخرى بل الإسلام يأرض دعوته ويأرض الدين الإسلامي من أراد يعتنق هذا الإسلام ومن لم يريد يبقى على دينه ويبقى على ثقافته ويبقى على أداته إذن الإسلام لم يأتي أن يطمس أدات الناس أو أديان الناس إذن أول التعيش السلمي في جاد هذا شيء قديم من قديم الزمان عندما كان هناك ثلاثة ممالك إسلامية مملكة وداي مملكة باقرمي ومملكة كانم هي هذه ممالك إسلامية ثابتة في التاريخ لكن هذه الممالك في داخلها مجموآت غير مسلمة هناك المجوسية التي موجودة قبل بمئات السنين عاشت مع المسلمين ولم تقرأ على الدخول في الإسلام هذا تعايش سلمي عندما جاء المستعمر واستعمر هذا البلد جاء بدينه وهي الدين النصرانية اعتنق منعتنق ورفض من رفض المسلمون تمسكوا بدينهم وبعض اللادينيين اللي هم المجوس تمسكوا بدينهم والذي أراد أن يعتنق النصرانية دخلة في النصرانية وهذه النصرانية الجديدة في الجاد بداية تعايش سلمي وعندما كنا صغار وأنا مولود في أبشة وترأت في أبشة وتعلمت في أبشة ما جيت إلى العاصمة إلا ويلتحقت بجامعة شجمينة عندما كنا صغار عندما يأتي مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد سائدنا عيسى عليه السلام الناس يتبعدون الزيارة نرى المسيحيون يحضرون هذا الاحتفال بدأوة من علمائنا هذا شيء قديم من السبعينات أو أقول من الستينات منهم بير كودري هو الذي يحضر سير كاركشي سير ناجية يحضرون معنا ويجلسون في ساحة المسجد هذا نحن صغار ونحضره في أبشة ونفس الشيء في العاصمة عندما يوجد هناك مسيحيون هناك تقارب بين قيالات الدينية المسلمة وقيالات الدينية المسيحية من هنا امتدت الفكرة امتدت الفكرة من بعيد وبعد ما جاء حرب 1979 شتت هذه الفكرة وقطع هذه التواصل والتقارب إلى أن جاء زمن الديمقراطية 1990 والناس عادوا إلى ما كانوا علي عادوا إلى ما كانوا اتيحت الفرصة اتيحت الفرصة إذن هناك حصل تقارب من زمن شارل فاندام اللي هو قسيس الأكبر بالنسبة للمسيحيين الكاتوليك وبعد ما جاء الدور إلى أن يقود المسيحيين واحد شادي وهو غارتيري حصلت تقارب أيضا أكثر من في زمن شارل فاندام يعني في زمن ماتياسا غارتيري كان أول لقاء 2018 2018 2008 2008 لأنه كان لقاءات وفي هناك تشاور وفيه تقارب بين القيادات الدينية الثلاث المسيحية بنوعيها أو بقسميها الكاتوليك والفراغستان وجهة المسلمين المجلس الأعلى الإسلاميين اللي يمثل المسلمين في هذا البلد هناك تقارب في حضور في لقاء في تشاور ولكن اجتموا في 2008 في الكاتدرال بنفسه هنا في الخيارات فين جمينا الخيارات الثلاثة وفكروا أن يجعلوا يوماً للسلام وقرروا أن يكون هذا اليوم هو آخر أسبوع من شهر أكتوبر في كل سنة يكون يوم السلام يلتقي فيه المسلمون والمسيحون بقسميهم ويعلنوا على العالم بأن التشاديين يعيشون سوياً ويتفكرون سوياً في مصلحة البلد وإذا تفرقوا المسلم يذهب إلى مسجده والمسيح يذهب إلى كميسة منذ 2008 أول لقاء 2009 لما قرروا هذا في بداية الاجتماع 2008 في الكاتدرال هم الثلاثة اتفقوا على أن يكون سنة 2009 يوم للسلام والتعايش السلمي والفق والفاق الوطني تمام لما جاء 2009 أول اجتماع وأول تجمع في أستاذ إدريس محمد أيا تمام لكن حضر فيه رئيس البلدية أنزاك وكثير من المسؤولين ولكن يحضر رئيس الجمهورية ألفين وعشرة كان التجمع ويوم السلام والدعاء في قصر خمستاشر يناه تمام حضر فيه رئيس الجمهورية سيدة البلاد الأولى أعضاء الحكومة رئيس الوزراء السلك الدبلوماسي وكل أجباء الديانات له الثلاث ده يعتبر يعني أول احتفالية كانت ألفين واتسعة ألفين واتسعة لكن ألفين وعشرة أضر فيه رئيس الجمهورية ما حرمي ألفين وإحداشر سبعتاشر إحداشر ألفين وإحداشر وقع رئيس الجمهورية على مرسوم هذا المرسوم يقضي فيه بأن يكون يوم تمانية وعشرين نوفامر في كل سنة يوم السلام ويوم التعيش السلمي والوفاق الوطني بين الأجيان هذا مرسوم وقع عليه رئيس الجمهورية في ألفين وإحداشر عندما خلاص بدان ألفين واتسعة ألفين وآشرة جينا ألفين وإحداشر خلاص الأمر عمل أصبحت آداء وإنت ذكرتها بقى السنة لخيادة الدنيا إذن فكرنا لماذا لم ندعو بعض الدول لنريهم كيف نحن نتعيش لنكون نحن قدوة لغيرنا ألفين وعيداشر عندما جاء هذا الوقت دعينا السودان ومصر ونيجيريا إفريقيا الوسطى الكاميرون بوركينا فاسو مالي لكن لم تحضر السودان وتغيبت كذلك مصر ونيجيريا لكن الكل حضر معنا ورأه بأم عيونه كيف يعيش التشاديون واحد من القصابس اللي هم من السهل العاج كذلك حضر قال أنتم غرستم الشجرة وهذه الشجرة تتفرع فروها إلى إفريقيا عجيب أنتم التشاديون كقيادات دينية غرستم الشجرة للتعيش السلمي ونحن بودنا نجد نرجع لا بد أن تتفرع هذه الشجرة وتصل إلى بلادنا ولكن أصل الشجرة هي في شات تمام لكن أقول رئيس الجمهورية منذ أن حضر معنا 2010 في قصر 15 يناهر لم يتقيب يوما عجيب حتى لو كان في مثلا جدوله لم يسمح أن يحضر 28 أخرناه حتى بعض الأحيان كان أقيم هذا اليوم شهر 2 لأن نحرص على حضر رئيس الجمهورية وهو بنفسه يحرص على حضر هذا اليوم كما شاهدتم في يوم 28 في نفس المنصرم هذا الرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء وكل السلك الدبلوماسي وأضاء الحكومة وأدباء الديانات السلاسة هذا بداية تعايش السلم لكن أنا أقول التعايش السلمي قديم ولكن تقوية الألق كانت الآن كان في زمن هذا النظام النظام الديمقراطية على رأسه رئيس الجمهورية كلام جميل كلام جميل كلام جميل أيها ساد المشاهدون نتابع معكم جزءا من كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها بمناسبة يومي السلام كبير الدولة على البرزاة إدريس ديبي بقول اليوم أنتو نجحتو في المعركة دي وواجب تزودوها وقال النصر دا مكسب مكسب حقيقي وما نخلو أي شيطان أو إبليس يلفوغا نعم أنينا إن نصرنا نصر كبير في خوان الشر والكراهية لكن أنقروا ما نخفف الحراسة ونكون حضيرين وواجب لنا عشان نستمر في الأمل من أجل حفاظ أنا المكاسب النبي لدي ونؤروك بسبب أنا المكاسب الأدي لدي أني نسوينا لنا أعداء ونوروكوا أعداء أنا بلدنا دا ما دلوا سلاهم بصورة كاملة وقايدين دايما يقوموا بخطط مكروها عشان يضعفوا قواعد أنا وهدتنا الأخوية وتعيوشنا الوطني عشان دواجب للتشاديين والتشاديات في أي وقت وفي أي بكان عشان يكونوا حضيرين من شهور كثيرة في ظاهرة خطيرة جدا على الوهدة الوطنية قاعدة تزيد وتتطور وهي شبكات عن التواصل الاجتماعي أو ما نسموه الرزو الرزو السوسيو البقت اليوم مسرح عن الخلافات القبلية والطائفية وده شبابنا الماء اندهم طائش ده ما عارفين بيشو في الموضوع ده لعننا عنين إشنا في موضوع هم ما عاشو عشان ده أنا قريت مثل الكثيرين منكو الرسائل القادة تنشر الكراهية والإقليمية والخلافات العقائدية والدينية أنا اتعجب واندهش مر واحد من الكلام المر ومن الألفاظ والتعابير البكتبوه شبابنا عشان يخوضوا المعركة الحمقة والغبية الماء اندى فايدة وانا نقول لهم لا يعايزي الشباب لا يعايزي الشباب انتو ماشين في الدرب الماء ديل البودوكو في النقرة والانهراف الصفة دي ما اديله لانا انتو اندكو دين واندكو اديان ما شاء الله ونطلب منكو بصفتي كضام للوحدة الوطنية ان تحاسبوا ضميركم الفردي والجماعي وتوقفوا اجل اجل الادات الاقيمة دي الملزوزة باعتبارات فقرية وبخيلة على كل حال الانترنت الكان ادا واؤتي السمها لزمانكو دا ما واجب تستعملوها لأقراض تقسيمية او سياسية وندور منكو قبل كل شيء عشان تستفيدوا من الجانب السمي انا شبكات التواصل الاجتماعي الروزو سوسيو دا عشان تقدموا ليكو فرصة للتواصل وزيادة انا علمكو وفكركو 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 الى هذه المرحلة التي نعيشها اليوم ونحن سنويا نحتفل بيوم السلام وهو التعايش السلمي دا كلام جميل جدا لكن منبر الأديان الذي أنشأتم ويوم السلام يوم السلام اكيد عندكم آليات لتنفيذ هذا اليوم اكيد عندكم آليات لتنفيذ كيفية التعايش السلمي يعني نعيش سلميا كيفي ما هي الآليات التي من خلالها نستطيع نعيش سلميا مع الاخوة المسيحية فكر القيادات التينية اللي كان ذكرتهم ماتشاس كارتيري شيخ حسين حسن اببكر رئيس المجلس وبوتفار هو الأمين العام للأمات التفاهم الكنسي قالوا لا بد أن نجعل أهلية ما هي الأهلية يكون هناك منبر وهذا المنبر يشارك فيه جميع القيادات الأدباء الديانات الثلاث ممثلون إذن خمسة من المجلس ثلاثة من الكاتوليك وثلاثة من الفروتستان نحن إهدى عشر أطو وعندنا منسق كان في السابق زميلنا بولينو هو السوداني عندما غادر نصبنا زميلنا هو بيررما الآن هو المنسق الكورديناتير المنبر هذه أول أهلية التي تقوم بالتنفيذ كل مشروع التعايش السلمي هي التنظم اليوم السلام هذه أهلية أولى أهلية ثانية عندنا منبر النساء منبر النساء يتجمع فيه هنا يتكوّن من نساء مسلمات نساء مسيحيات كاتوليك بروتستان تمام عندنا هناك كذلك منبر الشباب أيضا منبر الشباب شباب مسيحي شباب مسلم يجتمو يتفكروا يتفاكروا في التعايش السلمي والتقوية التعايش السلمي الوفاق الوطني والتفاهم ويتفكروا في مصلحة البلد في مصلحة المواطنين ما يتقدروا ويحلوا المشاكل في بعض الأحيان حتى الشباب في بعض الأحيان يجتموا يحلوا المشاكل كما نحن القيادات إذا كان حصل هناك مشكلة كذلك نحلها عبر هذا المنبر هناك فكرنا أن ننشي فروع عندنا براج في الجنوب في الشمال وفي الغرب هنا مثلا في لكتشات عندنا في مونغو عندنا في سار عندنا في كيلو عندنا والآن نريد نعمم هذه الفروع لكن نقول أينما يوجد مسلمون ومسيحون مسيحيون هناك في تعايش بين رجالهم من القيادة الدين قبل أن نصلهم لأن عندنا في كل زمن في كل سنة عندما ننظم هذا اليوم ندعو جميع الأئمة بتالي 22 وندعو كذلك البيرات والبستيرات لأن البيرات بالنسبة لكتوليك والبستيرات بالنسبة للبروتستان تمام شفتا كل واحد يجيب بمسيحون وإذا كان هناك مثلا نقول لك في أبشا في الكتوليك في البروتستان وفي المسلمون يأتوا ثلاثة وإذا كان في منطقة فيه كتوليك ومسلمين يأتي اتنين هكذا كلهم يجتموا ويرأوا بأم عينهم لكن في هناك قبل تنظيم يوم السلام نقيم دورات نقيم ورشاة نقيم محاضرات نقيم مثلا نقطة صحفية عشان الناس نتكلم عن التعايش السلمي صحيح بين المسلمين وغيرهم وبين المسلمين كذلك أن التعايش السلمي يبدأ بين المسلمين فيما بينهم أولا ثم بين الآخرين لكن الناس عندما يطلق التعايش السلمي يظنون أن تعايش بين المسلمين وغير المسلمين نجل الكلام دا إذن هذه من بعض الآليات آه تمام بعض الآليات وهناك في تقوية الكفاءات أنا المتكلم وبعض القيادات الجينية المسيحية الكاتوليك والبرتستان ذهبنا إلى عدة دورات في الخارج في مثلا في في نيامي في بركينة فاسو وفي بعض الدول في مالي كل للتحدث حول التعايش السلمي وعندما نحضر نحن نقدم خبرات تشاديين في التعايش السلمي الناس يستقربون كيف تتعايشون وحولكم دول في حروب وفي مشاكل ويقال لنا أن التعايش تشاديون نحن شريسون نقولنا لا نحن لسنا شريسون لكن الشراسة أتت من وين من بعض السياسيين الذين يريدون أن يخلقوا من القبة قبة تمام ويريدون أن يصلوا إلى مصاليهم لتفرق المجتمع فرق تسود فرق تسود هذا نحن كريالدين الدين لا يسمح بأن نفرق الناس ونكون معوا للحد صحيح لذلك من يرون نسافر سويا وندافع عن أفكار بلدنا وأن أفكار التعايش يستقربون حتى في بعض الزوار اللي يزورون في المجلس الآن الإسلامية كثير من الغربيين من يعيش يحضروا في شات ويأتي في شات نتكلم لهم في التعايش سنستقربون خالنا نحن ما عندنا هذه الأمور في بلادنا جميل كلام جميل أيها سادة المشاهدون دعونا نتابع جزء من كلمة رئيس تجمع الكنائس والبعثات الإنجلية بشات يجب علينا أن نستغل مثل هذه المناسبات لندعو والرب أن يغفر خطايا المذنبين وأن يساعد بلادنا على الخروج من هذه الأزمة العصبة وأن ينمي مواردنا الطبيعية ويعطي قائدنا القدرة على الرسوي بنا إلى بر الأمان بعيدا عن ضنك الحياة ومأسها إن لسلام طعم لا يقدر بثمن إذ أنه بغير سلام لن تكون هناك تنمية ولا رؤى موحدة ولا خطا ثابتة والوقوف الجدي الحثيث جنبا إلى جنب هو المغزى من هذه المناسبة لأنها جاءت نتيجة لتوافق ومحبة وإخلاص ويجب علينا المحافظة على ثباتها أقمتم دورات كثيرة دورات رأيناها في بعض القرى المجاورة لمدينة جمينة بين المسيحيين وبين المسلمين لكن ما الهدف من تلك الدورات وما الذي يدرسه المتدربون في تلك الدورات كل واحد من المحاضرين إذا كان من الأئمة يبدأ بدوره ما هو تعيش السلم في الإسلام هل الإسلام تحدث عن التعيش السلم هل المسلمون كانوا يتعيشون هل القرآن تحدث به هل النبي عليه الصلاة تشجع على التعيش السلم عشان يدلل للآخرين وللآئمة عشان واحد إذا سئل يعرف تنوير عام ونأتوا بأمثلة كثيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الناس كانوا عاشوا سويا في زمن القلفاء الأربعة وعندما كان الفتوحات الإسلامية في بلاد الفارس وبلاد الروم وفي غرب إفريقيا في الأندلس كيف الناس تعيشون كان واحد كاتب تقريبا غربي أسمه أرلندو هو اللي يكتب يقول إن الإسلام عندما دخل في بلاد الغرب جاء بالسلم والسلام ولم يكره الإسلام أحدا للدخول في الإسلام هذا هو إنسان غربي مسيحي تمام يعترف بأن الإسلام لا يكره الناس على الدخول تمام وإن جنحو للسلم فاجنحلها كلام جميل هذا بالنسبة لك أتبعكم أو أتبعكم أو أتبعوا لآخرين كونوا هذا الدين الإسلامي وهذه قوائد التعاوش السلمي في الدين الإسلامي الورد في القرآن وفي السنة بالنسبة لهم هم الطرف الآخر بالنسبة لإخوة المسيحيين إيه اللي نتعلموا منهم هم كذلك عندهم كتبهم عندهم الإنجيل عندهم التوراة يستدلون به وكذلك نسمع منهم صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكثبهم وقولوا آمنا بالذي أنزلنا وإنزلنا إليكم إلا إذا جاءت أجلة قرآنية أو حديثية تخالب هذا نقول لهم لا هذا في كتابكم كذا وفي كتابنا كذا لكن عندما نلتقي للتعايش السلمي لا نبعثنا هذه الأشياء صحيح لأن هذه تفرق بين فيما بيننا وتباعتنا عندما ننقذك وتنقذني لا هذا لا يعتبرت صحيح نحن نشوف النقاط المشتركة النقاط المشتركة كيف نتعايش صحيح ليس في صلب الأقيدة لا نتحدث عن الأقيدة صحيح لا أقيدة المسلمين ولا أقيدة أهل الكتاب هم المسيحيين تمام أنه نحن نعرف نتعايش السلمي وحضرتك في بداية الحديث تحدثت كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة المنورة ووضع وثيقة والوثيقة كانت دستورا الناس عاشوا فيه بين مسلمين ومسيحيين والحمد لله الآن في شات أيضا نعيش في سلام ونعيش في ويام ونأكل سويا ونركب سيارات سويا ونمشي سويا ونجلس سويا لا يوجد مشكلة والتعايش السلمي الآن كويس وجميل تمام حتى الناس يشهيدون بذلك والناس يمدحون المجلس الآلة للشيون الإسلامية على ما قام به في هذه البادرة وهي إنشاء منبر الأديان كلام جميل أيها سادة المشاهدون نذهب معكم سويا ونتابع جزء من كلمة أسقف مدينة أنجمنة ونرجع نتابع معكم هذه الحلقة ابقوا معنا إن التعايش السلمي يعني بسط المهبة والإيخاء وأن يقبل الواحد من الآخر وكذا احترام الأديان وما هذا الكم الهائل من الهضور هنا إلا ضليل واضح على الرغبة الصريحة بالعيش ماء في محبة وأمن وأمان إن السلام والحفاظ عليه وتوطيد أصوله وترسيقه في الأقول يحتاج لمبادرات جدية حين تمكنوا من هذا علينا بالشباب فهم جيل الغد وصوائد التنمية لذا يجب علينا تجاوز تلك الأقبات التي تقود شبابنا إما إلى الانحراف والتخريب إما إلى الهجرة خارج البلاد فيلقون ما يلقون من أناء الطريق ومشقته وأذاب أديمي الضمير مخالفي القانون ولتجاوز كل هذا يجب علينا تهيئة الجو للهجرة حفاظ على شبابنا كي لا يضيئ بين أحلام الصبا وغدر الزمن وندؤ الرب أن يعم بلادنا بالخير والمحبة والعيش بسلام سيادة الأمين العام بالنسبة لنا نحن خلينا نرجع في أنشطة المجلس الآلشة الإسلامية في بعض المجالس الإسلامية في الدول الآخرة تقيم مجلس أو تقيم موسم ثقافي إن صح التابير تقيم موسم ثقافي خلال الموسم يعني ثلاثة شهور أو شهرين يأتي كبار العلماء وكبار المشايخ يلقون محاضرات يلقون ندوات يلقون السيمينيرات من خلالها ينور الطلاب طلاب العلم والأئمة في هذا الموسم وكذلك حتى العامة من الناس أو المواطنين يأتون ويحضرون هذه المجالس حتى رأيناه في بعض الدول الموجود ولكن هذا المعتقد ليس موجود بهذه الكيفية في شات ولا هل موجود ليس لذي نعلم والله نوعا ما أقول موجود لأن مثلا أيام المولد كل شات من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال الناس يجتمعون كل ليلة أو صباح يلقون المهارات اللعما يأتوا ويلقوا المهاضرات في عدة مسائل الإتصام بحبل الله سبحانه وتعالى هب رسوله صلاة والسلام التفاهم التايش السلمي هذا كله أبرى ليه حتى أبرى الشاشة عندما تسمى وتشاهد بعض الأئمة يناول حتى التسام التايش السلمي الأخوة في الله المحبة هب الوطن لكن ما بالكيفية التي تقصدها لأن هذا يطلب مننا إمكانيات كبيرة صحيح تلك الدول لها إمكانيات ولها ميزانيات سقيلة ولها كيان قوي لكن نحن في جهة نحمد الله سبحانه وتعالى بهذا القدر الذي نبدأ لكن نسأل الله سبحانه وتعالى إذا كان وجدنا هناك ميزانيات كبيرة نقيم الدورات لأن هناك زي ما يقولون مثلا الأسر الشريف في مصر دولة داقة الدولة صحيح حتى بعض الأحيان قال يدعم الحكومة في بعض الأحيان إذا كان إذا نحن الآن إذا أردنا أن نقيم هذه الدورات وهذه المحاضرات والتنقل لكن نحن نسوه في أيام التعيش السلمي والدولية كان حتى الآن عندنا برنامج مع زملانا في المسيحية أيننا بعض المناطق أربع أو خمسة من الجنوب إلى الشمال نقدم محاضرات وقلنا للإقوة من يستطيع من المحاضرات منفردة كمسلمين ومسيحية ومشتركة للتحدث في حب الوطن والتعيش السلمي وفي المسائل الأخرى هذا بدأت من 2009 كلام جميل لكن بالكيفية والآن عندنا حتى في منبر النساء كان عندهم محاضرات فيما بينهم يقيم محاضرات فردية ومقاعدرات ما بين المسيحية والمسلمين وكذلك الشباب عندهم محاضرات لا نأتي بالشيء البسيط اللي نحن بنلقوه وتعرف بالنسبة لي التعيش السلمي من وراءه رئيس الجمهورية لا نأتي أن نقدم له المشروع ويدعمه وزي ما قلت لك يكون معنا ونريد أن يكون الميزانية في المستقبل نفكر زي ما تقول تكون مثلا محاضرات دكاترا من التدى علماء طلبة ويكون شيء متوسع زي قلت لك شحر كامل محاضرات ونحن تعرف أن نعيشين في عزمة صحيح الكدار إلى الجيب بتاع الشات ينقدى المهمة الآن بصيرة واليد بصيرة ولد قصيرة الآن بصيرة واليد قصيرة دوام الحال من المحاضر إنما العسر يسرى يعني المفهوم من كلامك كون الموسم الثقافي دورات تدريبية أو كمن إقامة محاضرات وندوات دا عندكم الفكرة موجودة لكن كون تنفيذ يمحتاج إلى مادة تعرف أن هنا الآن في المجلس ما عندنا ميزانية تنزل من الدولة صحيح ما فيه صحيح بس الإخوان من الخارج العالم الإسلامي العالم الدول العربية وفي بعض الأحيان الدولة في المواسم زي مواسمنا مثلا في مولي أو مثلا الناس المسيحية في النويل تدعم المهم بعض التبرؤات والجهات الخيرية ما فيه حاجة معتمدة لكن إذا كان عندنا ميزانية للأديان في شات وتعمل في الدول الأخرى حتى في أوروبا موجودة صحيح معناة معتبر معناة الأديان ينزل لهم ميزانية معروفة عشان يقيموا بها مشاريعهم مشاريعهم تمام فضلت الشيخ كلام جميل جدا وأني هنا لدينا أسئلة كثيرة والمخرج يشير إليك هنا الوقت أوشك إلى الانتهاء استخدام الانترنت الانترنت اليوم أصبح حاجة ضرورية جدا بالنسبة للأم وبالنسبة للمشايق أو بالنسبة لكل الناس حتى المشايق في بعض الدول الآن تجد كثير من المشايق لديهم مواقع على الانترنت لديهم حسابات على الواتس أب أو على الفيسبوك وعلى التويتر من خلال لا يستطيعون أن يوصلوا رسائلهم إلى الجهات المستهدفة هل في المجلس الآلى للشؤون الإسلامية أقمتم أي دورات في هذا الجانب أو لديكم مركز لتدريب الأئمة والدعاة في المساجد على التعامل ما الانترنت والتصدي لبعض الأفكار الحدامة التي تأتي أبرى النيت لم يوجد مركز هناك لتدريب الأئمة والدعاة في الانترنت وكذا لكن انفراديا أي واحد يتعلم وفي بعض الأحيان عندنا دورات في الخارج مثلا مصر تدرب لنا بعض الأئمة والدعاة المغرب دربت لنا وعندنا معهم اتفاقية في السنة يدرب لنا أكثر من 200 أو 300 والدفاة الأولى زحبت ورجعت بعض التدريبات وزي ما قلنا المشكلة مشكلة المزانية نمشي كيكو ونرجع في المزانية بالنسبة لنا طرفنا كونه ما في مركز تدريب للأنترنت في المياه العالم الإسلامية وإيضا يرجع كل واحد فردي يتعلم الناس ممكن أنا أدخل في الفيسبوك أدخل في الجوجل أكثر إذا كان دائر نبحث الشيخ الآخر وكذا لكن زي ما تفضل إذا كان عندنا مركز نضرب كل الأيمة والدؤات في هذا المجل هذا السؤال يجرني إلى حديث آخر أو إلى سؤال آخر بفضيلة الأمينة العام للمجلسة العجلية الإسلامية هل الخطب في المساجد موحدة لأن في بعض الدول لا ليس موحدة هذه كذلك دائرة إمكانية تصدر مثلا أي إمام عنده إيميل عشان تبعد له في ساعة واحدة أو في أشرة لقيقة تبعد لكل شه أيوة إذن زي ما تفضلت أي إمام لا بد يدرب على الإنترنت يدرب على الجهاز الإلكتروني معاملته معاملته خلاص هو يقول الصباح أو يوم الخميس نحن نعد إليه ما زي الآن إلا مضطرين نعمل إيلان في الإزاءة يكونوا لا بد الأيم يتكلموا مثلا عن المول يتكلموا عن التعيش السلمي يتكلموا يرفع الله يرفع البل ينزل الشيفاء يقرؤ القرآن إذا كان كل إمام أمضوا في بيته إنترنت وإيميل ممكن توحد الخطبة فقط تكتو والي عندنا كل الأناوين نضربها وخرج تمشي في ساعة واحدة يقرأ الصباح يقوم يعني اليوم المجلس العالم الشيون الإسلامية في جات أيضا يعني عنده رغبة كونه جميع الخطف في جات تكون موحدة ولكن السبب هو كونه المادة توحد في بعض الأحداث مثلا إذا كان حدث وإلا أي إمام يقصد أي إمام يعالج مشاكل في حدث مثلا حدث القدس مثلا أو حدث آخر مثلا وطني أو إقليمي أو دولي ودعين العين يتكلم نكتب الخطبة يطلقها من الإنترنت ويشوف العنوان وممكن يكتب فوق فضلت الأمين الآن الوقت انتهى لكن ستكون لنا حلقة أو حلقتين مع سيادتكم في المواضي لأن الأسئلة كثيرة جدا ولا نستطيع أن نكمل ولا نصف هذه الأسئلة كلمة أخيرة ممكن توجهها لأئمة والدعات الذين يستمعون للأمين العام للمجلس والله بالنسبة للأئمة والدعات نحن نقول نحن كقيادات دينية في هذا البلد وبالنسبة للنقطة اللي أول كان أسرناها وهي وقت التعايش السلمي يكون هذا الهدف الأول لأن هذا يكون في تقارب بين المسلمين أولا التعايش السلمي بين المسلمين أولا وبين المواطنين فيما بينهم وبين الأجيان المختلفة ونحسهم على ذلك وحتى يتحدثوا في القطب ويحدثوا مثلا في مجالس العلم ويحدثوا في المناسبات مثلا في أيام الأفراء أو أيام الأحزان مثلا في الأمايات في أشياء أفراء يتكلموا عن هذه المواضيع لأن الآن الحمد لله تشاد تعيش في نعمة تعيش في نعمة الحكومة جاهدة لتأمين هذا البلد وتؤمن الناس ونشوف حتى المجتمع المدني والجمئيات بيمشى ويقيم دورات بالنسبة للتعايش السلمي إذن نحن كرجال دين نحن ما نات الناس بيسمون علينا أكثر من من الآخر صحيح إذن إذا كان أنت تقيم كلامنا أنت تدلل بكلام الله قال رسول قال واحد بسمعك أكثر لكن حتى بيسمون من الإقوة في جمئيات كثيرة بتتكلم عن التعايش السلمي جمئيات شبابية إذن نحن نحسهم على ذلك ونشجعهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد المسلمين أولا ويوحد الاتشاديين لكي يعيشوا سويا كما آشأ أبدادنا وآباؤنا ونحن كذلك نعيش إلى أن يرسى الله والأرض ومن عليها إن شاء الله أيها سيد المشاهدون إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار والتي تحدثنا فيها عن مواضيع كثيرة جدا وكان بودنا أن نخلص الأسئلة لكن كما يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة من برنامج قضية للحوار إلى ذلك ولكن أستودعكم الله ولكن قبل الوداء فلابد أن نشكر ضيفنا في هذه الحلقة وهو فضيلة الأمين العام للمجلس الآله الشؤون الإسلامي الشيخ عبدالدائم عبدالله وثمان شكرا فضيل تليم أشكركم آياته